بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله والصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابنائي الطلاب والطالبات مرحبا بكم في درس اليوم من مادة العلوم للصف الثالث متوسط بإذن الله اليوم سنتعلم مهارات جديدة في درس اليوم ودرس اليوم مهم جدا لماذا؟ لأنه مرتبط بالصحة العامة لنا لذلك لابد أن ننتبه جيدا للدرس ونتعرف على درس اليوم وأيضا نحاول أن نطبق الأشياء التي نتعلمها في حياتنا اليومية حتى نستفيد لكن قبل أن نبدأ بالدرس يجب أن يكون كتاب العلوم معكم للصف الثالث متوسط أيضا أبنائي احرصوا على هذه الأدام يجب أن نلتزم بالهدوء التام أثناء الاستماع للدرس أيضا أن نكون في مكان معد للدراسة بشكل جيد بإضاءة تهوية مناسبة كذلك أن نحضر الكتاب ونتابع مع المعلم وأيضا أن يكون بصحبتنا أحد الأفراد البالغين أحد أفراد الأسرة البالغين لمساعدتنا في عملية التعلم درسنا اليوم هو عن الجراثيم البكتيريا والفطريات والفيروسات سنتعرف على الجراثيم تعريفها وأنواعها وإين تعيش وكيف تنتقل وما هي طرق الوقاية من أضرانها طيب الجراثيم تعيش في كل مكان لاحظوا أن الجراثيم كائنات صغيرة جدا لا يمكن أن نراها بعيننا المجردة لابد أن نستخدم ماذا؟ نستخدم منظار بإخبري وننظر إلى هذه الجراثيم إذن لا نستطيع أن نرى الجراثيم بعيننا لكن هذه الجراثيم كائنات صغيرة جدا وتعيش في كل مكان لكن هناك نوع من أنواع الجراثيم أو أنواع من هذه الجراثيم مفيد ونافع وهناك أنواع ضارة تتسبب في الأمراض لا قدر الله كيف نقي أنفسنا من هذه الأنواع الضارة؟ هو ما سنتعلمه بإذن الله في درس اليوم إذن تعيش الجراثيم في كل مكان تعيش في الهواء، في الطعام، في النباتات، في الحيوانات، في الماء وعلى جميع الأسطح وحتى في داخل جسم الإنسان تعيش هذه الجراثيم لكن كما ذكرنا أن هناك أنواع من الجراثيم نافعة وهناك أنواع ضارة نحن نريد أن نقي أنفسنا من هذه الأنواع الضارة طيب معظم الجراثيم ليست ضارة ولكن هناك جراثيم ضارة جدا وتسبب أمراض عديدة وخطيرة كذلك ومعرفة كيفية عمل الجراثيم يساعد في الوقاية من العدوى بالأمراض تختلف العوامل المسببة للعدوى في أشكالي أو أحجامي وتشمل البكتيريا والفطريات والفيروسات وهي ما سندرسه في درس اليوم البكتيريا والفطريات والفيروسات وهي ما تسمى بالجراثيم وهي ما تسمى بماذا بالجراثيم إذن لدينا بكتيريا فطريات فيروسات سنتعرف على كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة وما هو النافع منه وما هو الضار وكيف نقي أنفسنا من الأنواع الضارة التي تسبب الأمراض البكتيريا كائنات صغيرة جداً كما ذكرنا الجراثيم كلها كائنات صغيرة جداً لا يمكن أن نراها بأعيننا لا يمكن أن نراها بأعيننا لكنها موجودة في كل مكان لكنها موجودة في كل مكان ليست كل أنواع البكتيريا ضارة البكتيريا ليست كل أنواعها ضارة هناك بكتيريا نافعة بل هناك بكتيريا تعيش في جسم الإنسان وتتفاعل مع جسم الإنسان وتساعد جسم الإنسان في بعض العمليات كعمليات الحضم مثلاً وأيضاً هناك بكتيريا تعيش في الحليب وهناك بكتيريا أيضاً تعيش في الحليب وهي من البكتيريا النافعة للإنسان إذن هناك بكتيريا ضارة وهناك بكتيريا نافعة ليست كل أنواع البكتيريا ضارة لكن تذكروا أن هذه البكتيريا لا يمكن أن نراها بالعين المجردة الفيروسات الفيروسات هي أصغر من خلايا الجسم طيب وهي عبارة عن كبسولات تحتوي على مادة وراثية تغزو خلايا الجسم وتدمرها وتسبب الكثير من الأمراض إذن الفيروسات خطيرة جدا وهي كائنات أيضا صغيرة ماذا تفعل هذه الكائنات؟ تتجمع وتهاجم خلايا الجسم تهاجم خلايا الجسم لماذا تهاجمها؟ لكي تتلفها وتضعفها وتسبب لها الأمراض طيب مثل ماذا الأمراض التي تتسببها الفيروسات؟ مثل الزكام والإنفلونزا وكذلك فيروس كورونا المستجد كوفيد ناينتي هذه تسببها ماذا؟ الفيروسات إذن الفيروسات تسبب العديد من الأمراض تهاجم جسم الإنسان تحاول أن تقضي على خلايا جسم الإنسان وتفككها وتهاجمها تسبب الكثير من الأمراض مثل ماذا؟ الزكام والإنفلونزا وكذلك فيروس كورونا ما يسببه الفيروسات إذن الفيروسات هي السبب في فيروس كورونا النوع الثالث من الجراثيم الفطريات وهناك أنواع متعددة من هذه الفطريات أيضا هناك فطريات نافعة وفطريات ضارة هناك فطريات نافعة وفطريات ضارة الفطريات النافعة تدخل في صناعة الخبز طيب وهناك أيضا فطريات ضارة سنتعلم الآن كيف نقي أنفسنا من أضرار الفطريات والبكتيريا والفيروسات هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب أن نتخذها حتى نحمي أنفسنا من الإصابة بالأمراض أولا غسل ليدين جيدا بالماء والصابون وكذلك استخدام المعقمات الطبية النظافة هي خط الدفاع الأول للوقاية بإذن الله تعالى من أي مرض تسببه هذه الجراثيم لابد أن نعرف أن الجراثيم تهرب من النظافة تخاف من النظافة لكنها تجتمع على الأوساخ والجراثيم والقاذرات تجلكم الله إذن لابد أن ننظف أيدينا دائما باستمرار بعدما نلعب نقوم بتنظيف يدينا بالماء والصابون قبل الأكل ننظف أيدينا بالماء والصابون بعد الأكل ننظف أيدينا بالماء والصابون قبل النوم ننظف أيدينا بالماء والصابون عندما نعود من المنزل أيضا ننظف أيدينا بالماء والصابون نحافظ على النظافة بالماء والصابون دائما وأبدا وأيضا نستخدم المعقمات الطبية الموجودة في الصيدليات لماذا؟ لأن المعقمات الطبية تقي بإذن الله تعالى من الإصابة بالأمراض لأنها تحارب هذه الجراثيب نضع هذه المعقمات على أيدينا ونقوم بفرقها بشكل جيد باستمرار إذا كان لا يوجد لدينا ماء وصابون إذن أول خط دفاع نحمي أنفسنا منه هو النظافة بشكل عام أيضا لا بد أن يكون المنزل نظيفا نحافظ على نظافة الأماكن العامة الحدائق المدرسة الشارع لماذا؟ حتى لا تعيش هذه الجراثيب نحاربها بماذا؟ نحاربها بالنظافة نحاربها بأي شيء بالنظافة طيب النقطة الأخرى التي نحمي أنفسنا من الإصابة بالأمراض أخذ اللقاحات الضرورية اللقائية من الأمراض والمرخصة من الجهات الطبية الرسمية أبنائي العلم والطب يتطور باستمرار طيب وهناك أدوية ولقاحات تخرج لمحاربة هذه الأمراض التي تسببها الفيروسات والجراثيم والبكتيريا لا بد أن نأخذ هذه اللقاحات لماذا؟ لأن الجسم عندما يأخذ هذه اللقاحات تقوى مناعته ويستطيع أن يحارب هذه الفيروسات وهذه الجراثيم إذن لا بد أن نأخذ اللقاحات الضرورية للوقاية من هذه الأمراض مثل اللقاح فيروس كورونا لا بد أن نأخذ هذا اللقاح طبعا كل اللقاح نأخذه لا بد أن نأخذه بإشراف طبي من الجهة المختصة التي تشرف على إعطاء هذه اللقاحات وأيضا حسب الفئة العمرية التي تحددها الجهات الطبية إذن أخذ اللقاحات ضروري جدا لكي نحمي أنفسنا بإذن الله تعالى من الإصابة بالأمراض التي تسببها الفيروسات النقطة الثالثة تناول الأدوية التي يصرفها الطبيب لا بد أن نتناول الأدوية وفق وصفة طبية من الطبيب أيضا لا بد أن يطلع الطبيب على حالتي ثم يصف لي الدواء المناسب لي الدواء المناسب لي قد لا يكون مناسب لشخص آخر فأحرص دائما عندما أتناول دواء أن يكون الطبيب صرفه لي أنا شخصيا ثم أقوم بصرفه واتباع تأليمات الطبيب عند تناول هذا الدواء إذن لدينا هذه الأدوات التي تحمينا بإذن الله تعالى من الإصابة بالأمراض التي قد تسببها هذه الجراثيب نحافظ على النظافة بشكل عام نأخذ اللقاحات الضرورية والمرخصة من الأجزة الطبية وكذلك نتناول الأدوية التي يصرفها الطبيب طيب لا سمح الله لو أصبنا بعدوى كيف أو ما هي الطريقة التي نتعامل معها مع هذه العدوى لو أصبنا بعدوى فيروسية أو بكتيريا أو فطريات ما هي الخطورة أو ما هي الظروف التي تجعلنا نذهب لطلب المساعدة الطبية هناك مجموعة من الأعراب إذا ظهرت على الإنسان لا بد أن يطلب مساعدة طبية عاجلة لماذا؟ لأنها مؤشر على الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية أو فطرية لا قدر الله أول هذه العلمات عضة حيوان أو إنسان إذا تعرض الإنسان لعضة سواء كانت هذه العضة من إنسان أو حيوان لا بد أن يذهب إلى الطبيب لماذا؟ لتلقي الرعاية الطبية لماذا؟ لأن هذه البكتيريا والفيروسات تعيش في الحيوانات وتعيش في لعاب الحيوانات وكذلك تعيش في لعاب الإنسان فممكن أن هذه العضة تنقل الأمراض من شخص إلى شخص آخر فالتعرض لعضة حيوان أو إنسان يدعونا لطلب المساعدة الطبية كذلك عند وجود صعوبة في التنفس عند وجود صعوبة في التنفس لا بد أن نذهب لطلب المساعدة الطبية طيب عند وجود أيضا سعال أو كحة مستمرة لأكثر من أسبوع لا بد أن نذهب لطلب المساعدة الطبية لأنها قد تكون مؤشر على الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية كذلك نوبات تسارع نفضات القلب والطفح الجلدي أيضا هذه الحبوبة التي تظهر على سطح الجلد خصوصا إذا كانت مصحوبة بارتفاع درجة حرارة لا بد أن نذهب للطبيب مباشرة لكي يصف لنا الدواء المناسب ويقدم التدخل الطبي المناسب أيضا التورم في الجسم يدعونا للذهاب إلى الطبيب وتشوش وضبابية الرؤية أيضا والقي المستمر أو الترجيع أو التطريش كذلك صداع غير معتاد أو شديد هذه علامات على الحاجة إلى تدخل علاجي لماذا؟ لأنه قد يكون لا سمح الله مصاب الشخص بعدوى فيروسية أو بكتيرية نتيجة لمخالطة شخص مصاب أو لتعرضه لعدوى من أي شيء آخر أبنائي نتمنى أن نكون كلنا سالمين لكن لا بد أن نحافظ على الإجراءات التي تحافظ على سلامتنا لا بد أن نحافظ على نظافتنا العامة نأخذ اللقاحات الضرورية والمصرحة ملة زر رسمية كذلك عند التعرض أو عند الإحساس بمثل هذه الأعراض نذهب لطلب المساعدة الطبية من الطبيب شكرا لحسن انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته